وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة أسفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة أسفير بعد التحية يعني أعوام مرت أو مئة وسبعة من الأعوام مرت على وعد بلفر وما زال العدوان الإسرائيلي مستمر لا شك أن وعد بلفر وطبعا معروف أن وعد بلفر من لا يملك أعطى حقا لمن لا يستحق وهذا أمر يعني معروف تاريخيا وإقامة إسرائيل على هذا الأساسات الوعد من خلال القرار التقديم الذي صدره من الأمم المتحدة وعلى الرغم من ما كان هناك رغم من جانب الدول العربية كانت أربع دول خمس دول لكن اليوم نحن الآن أمام ما يقوم من 24 دولة عربية لها الحق أن تقول أنها تقبل بهذا القرار وبالتالي يجب أن يكون التقسيم قائما على أساس قرار التقسيم النقطة الأخرى أن إسرائيل بدأت كدولة سهيونية وليست يهودية اليهود مختلفون عن السهينة وبالتالي المخطط السهيوني منزل قائما وللأسف الشديد لم يعد اليوم يعني يعترف دولة فلسطينية وإنما يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية جغرافياً بضم الأراضي الفلسطينية وديمغرافياً بإخراج الفلسطينيين من أرضهم وهذا هناك إجراءات كثيرة إتخاذات إسرائيل بهذا الصدد على مدى 75 عاماً في الضفة العربية وحالياً في خطاع غزة منذ السابع من اكتوبر فهو كان ذلك في الضفة العربية لبناء مستوطنات بها طريقة غير شرعية والسياع الأراضي وتجريف أراضي وتميزه سوري وفصل عنصري وتهويد الدولة وتهويد القدس كل هذه والأنتهكات للأماكن المقدسة وفضلاً عن عمليات تجريف الأرض وترجى السكان وهي كلها تعتبط نوع من أنواع الإرهاب لأنها تتم من خلال الدولة الرسمية فإسرائيل في هذا الصدد هي دولة تمارس إرهاب الدولة وفي نفسه لقبت ثام حماد بالإرهاب أيضاً مخالفتها لكافة القرارات والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلاة يدع لها دولة مارقة لأنها لا تحترم النظام الدولي ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة فالبالعكس اليوم هي ممثلة كدولة أمام محكمة العدل الدولية وقادت إسرائيل الممثلين أمام محكمة الجنائية الدولية مما يؤكد أن هناك جرائم استكبت سواء كانت ضد الإنسانية أو برام حرب ومن المؤكد أنها سيتم إدارة في نفس الوقت أن الموقف الدولي سواء من جانب دول أو منظمات إخليمية ودولية أو من جانب شعوب العديد من دول العالم اليوم تقف داعمة للقضية الفلسطينية ولحق إسرائيل ولحق فلسطين فأن تكون دولة رضوية كاملة في أمم المتحدة سيادة سفير يعني بعد مرور هذه السنين الكثيرة جدا هل نجح الغرب بالفعل في تصدير كرة النار بعيدا عنهم في ضوء القلاقل والتظاهرات التي نراها تضامنا الآن مع الفلسطينيين وفلسطين؟ لا شك أن الدور الغربي كان له دور مؤثر وفاعل ولكن بشكل سلبي نحن نعلم أن العلاقة بين إسرائيل ونهاية المتحدة الأمريكية بإعلاقة تقوم على شراكة استراتيجية السلسة التعاون الاستراتيجي الولايات المتحدة تعتبر حاضمة سياسية وعسكرية وأمنية ومدية وإعلامية لإسرائيل وبالتالي هذا التحالف الاستراتيجي كأن الولايات المتحدة هي إسرائيل إسرائيل هي الولايات المتحدة بغض النظر عما يقال من وجود لوبي أو غيرلوبي المثالة واضحة ولا تحتاج بل هناك دول غربية أخرى على سبيل المثال ألمانيا وفرنسا لحد ما تسير في نفس الاتجاه لكن هناك دول أوروبية أيقنت وأدركت أن هناك حقوق هدرت ومظالم وقعت للشعب الفلسطيني ويجب أن نوقف هذا الإدارة وأن نرفع هذا الظلم وبدأت تتخذ مواقف والتجاهات وأيضاً الشعوب هناك سيادة السفير أيضاً الشعوب هناك طبعاً والشعوب أيضاً والشعوب والدول دي تأثرت بما يجري على أرض الواقع وما جرى من اختصاب ونهج وما جرى من اعتداءات عدوان إسرائيلي غاشر ومعارسة الإبادة الجماعية وأيضاً الإقابة الجماعية وأيضاً هدم المنشآت والمباني والبنية الأساسية وقتل الأسفال والنساء الأبرياء بأعداد غير مزبوقة كل هذه الأمور لا شك سركت أطاراً إيجابية لدى شعوب كثيرة ولاد دول كثيرة هناك دول قطعة العلاقات مع إسرائيل دول الثانية اللاتينية والغير أمريكا اللاتينية اليوم ربما المطلوب هو موقف عربي إسلامي قوي يجتمع كمؤتمر عربي إسلامي للمرة الثانية وهناك قريطة طريق وضع في المؤتمر الذي وقد في الرياض وأعتقد أن هناك دعوة الآن لمؤتمر آخر كنة عربية إسلامية يشارك فيها مجتمع الدولي خاصة من جانب زوال غربية وغير غربية اتجهت الآن نحو دعم القضية الفلسطينية نعم بالفعل نحو تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني نعم سيدة أسفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق شكراً جزيلاً لك